يستقبل الرئيس عبد الفتاح حسيس اليوم أحد أعضاء المكتب السياسي لللجنة المركزية للحزب الشوعي الصيني الحاكم كما يستقبل الرئيس اليوم أيضا رئيس مجلس إدارة شركة هواوية الصينية للاتصالات التي تعد ثاني أكبر شركة للاتصالات على مستوى العالم من الناحية التقنية والأولى عالميا من حيث حجم الإيرادات حيث من المتوقع أن يستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة الجهود والاتصالات الجارية مع الوزارات المصرية منها وزارة الاتصالات والكهرباء من أجل تعزيز نشاط الشركة في مصر وتنفيذ مشروعات مشتركة تساهم في دفع عملية التنمية في البلاد